دكتور سامح حصل خلاص أمراض في الشريان التاجي ما هي الأنواع ويعني مدى الخطورة والناس تتصرف إزاي أنا بقى هسكت خالص ويعني الكلام مع حضرتك زي ما قلت رحاية كتور محمد طبعا يعني من أشهر الأمراض دلوقتي وأكثرها شيوعا هي أمراض الشريان التاجي بالنسبة للقلب الشريان الأمراض الشريان التاجي ممكن الأول تعدي في مرحلة تبقى مستقر بمعنى أن فيه ضيق في الشريان المريض لما بيمشي أو بيعمل مجهود أو بيطلع سلم أو بيتنرفز مجهود عصبي ممكن يجي لواجع في صدره أول ما يعد تستريح الواجع ده بيروح ده اللي احنا نسميه قصور الشريان التاجي قصور الشريان تاجي المستقر المستقر ممكن نشخصها بقى بطرق كتيرة جدا ممكن رسم القلب العادي ده يبين وممكن ما يبينش فبنعمل ساعات رسم قلب المجهود ممكن نعمل أشعة مقطعية ممكن نعمل مسح زري كل هذه التورينة هو في أي مرحلة وهل هي في شريان مهم ولا في شريان فارعي لكن المريض ممكن يمشي بالطريقة دي سنين وسنين وبياخد علاج وبياخد علاج طبعا أدوية بقى تعمل سيولة في الدم أدوية تزبط بقى المسببات اللي احنا تكلمنا عنها سواء الضغط السكر الكوليستيرول الأسبرين وده مهم جدا الحاجات دي كلها ممكن تخلي المريض يمشي سنين في حالة مستقرة وما فيش أي مشاكل والواجع ما يجيش والأزمات القلبية ما تجيش المشكلة بتحصل بقى ان لو تحولت الزبحة المستقرة إلى زبحة غير مستقرة أو جلطة يعني التسميات واحدة هنا طبعا بيبقى في خطورة بقى في شريان حصل فيه انسداد أو جلطة فالشريان ده ما بيغزيش دلوقتي عضلة القلب فجزء من عضلة القلب ده ممكن يضعف ممكن يموت يتلف ممكن يحصل فيه توقف عضلة القلب في الساعات الأولى وبالتالي محتاجين ان احنا نشخص بسرعة الحالة ما نستناش لان كل دقيقة بتعدي أولا بيبقى فيه صعوبة في إعادة فتح الشريان وفي تدويب الجلطة ونمرأتنين ان في خلال الوقت ده الساعة الأولى أو الساعتين الأولين ده ممكن يحصل توقف وعدم انتظام في ضربات القلب فهو ده اللي احنا بنطلب من المريض هل المرضى ممكن يصابوا بالأمر ده مباشرة يعني من غير ما يعدوا على المرحلة الأولى بالزبط كده فممكن جدا ده من ضمن خطورة بقى أمراض الشريان التاجي انه ممكن يكون أول مرة العيان يشتكي من القلب بتكون جلطة غير مستقرة أو زبحة غير مستقرة لازم يعدي في المرحلة الأولينية بتاعت الزبحة غير مستقرة كلها مسمايات لنفس المرض يعني قصور الشريان التاجي الغير مستقرة هي نفسها الزبحة الصدرية هي نفسها قصور الحياة كل ده نفس المساعدة نفس المعنى ومع احتمال حدوث لقدر الله الجلطة بالزبط طيب لما ده يحصل الأعراض بتكون ايه يا دكتور والمفروض المريض يروح للدكتور اللي هو بيتابع معاه ولا يروح التوارئ في مستشفى يروح بصيرة إسعاف ولا يروح بعربية عادية مع يعني حد يعني ايه التصرف بقى السليم مهم جدا الكلام ده أولا الأعراض ممكن تبقى أعراض تقليدية اللي هو واجع في السدر حرقا في السدر تقل الأعراض التقليدية دي موجودة في يمكن نقدر نقول في 70% من الحالات لكن في 30% فيه أعراض غير تقليدية ممكن يبقى القصة كلها عبارة عن نهاجان نفسه مش مستريح مفيش ألم لكن نهاجان فده لازم يشك انه عنده مشكلة في القلب لازم يروح وحنقول ازاي يتصرف ممكن تيجي على رهاية إغماقة يعني ممكن يكون داخل فترة من الفترات وبالتالي ده برضو لازم فحص وبالتالي مش لازم النمط التقليدي اللي هو الواجع على فكرة ممكن يبقى بسيط جدا يعني مش لازم مواجع وصريخ لا لا خالص ممكن مجرد ان هو حاسس مش مرتاح فساعتها بنقوله لازم تتوجه لأقرب مستشفى المستشفى هناك دورة بتعمل حاجتين بتعمل رأس مقلب اللي هو بقى لنا 150 سنة بنعمله لغاية النهاردة بعد الاختراعات الكبيرة اللي احنا عملناها والسي تي والمسح الزري لازال لغاية النهاردة رسم القلب العادي ده مهم هو اللي بنشخص به لأزمات القلب وبنعمل تحليل دم انزيمات القلب نشوفها عالية ولا لا الاتنين دول الحقيقة ممكن يطمنونا انه ما عندوش حاجة يبقى مخسرناش حاجة صحيح يبقى تطمننا بالزبط يبقى كون المريض راح وطلع ما عندوش حاجة ده خبر لجميل ده خبير جدا انه ما فيش مشكلة بنروح بنقوله لا ما عندكش حاجة او ان انت عندك حاجة بسيطة بتاخد العلاج بتاعك لكن طبعا الفرصة بقى هنا ان احنا نشخص الحالة بتاعت الزبحة الصدرية الغير مستقرة برسم القلب او بالانزيمات هنا بقى ساعتها بيجي بقى دور المستشفى انها بندخل المريض قط الاسطرة لو كان انسداد كامل والمريض بيقدر يشخص اللي هي الزبحة الحاد ده وفيها انسداد كامل في الشريان لازم ندخله الاسطرة ونحط فيه دعامة يفتح الشريان احنا بنسميها الدعامة الاولية او دعامة الحياة والحقيقة عايزة يعني برضو اشيد ان النظام الصحي في مصر والدولة المصرية ادروا في السنين اللي فاتوا ينظموا العملية دي الاول احنا كنا بنعتمد على الادوية المزيبة للجلطة انا كنت لسه اقول لحضرتك يعني في العقل الجمعي لنا كلنا ان الجلطات كانت بتوزاب بادوية دلوقتي الازابة بتحدث عن طريق الاسطرة دي مشاكلها كتير مشاكل الادوية انها ممكن تبقى غير نجحة فممكن الجلطة كلها ما تدوبش ايوه وممكن كمان الدواء ده نفسه وعمل نزيف ايوه فلقينا ان اسلم واسرع واحسن طريقة ان احنا ندخل سلك ودخل عليه دعامة نفتح الشريان ونسيب الدعامة بتفتح الشريان المريض بيرجع طبيعي في خلال يمكن 24 ساعة او 48 ساعة ممكن يروح البيت حدك قلت اسمها دعامة الحياة دعامة الحياة او دعامة الاولية دعامة الاولية ودي الحياة برضو لازم اوشيد ان جميع المراكز الكبيرة المستشفات الجماعية المستشفات تتابع وزارة الصحة الكبيرة كلها متوفرة بتشتغل 24 ساعة دي بقى الاسطرة هنا مفيش اجازة مفيش اجازة عيد مفيش اجازة جمعة الولاد ما شاء الله الشباب حتى من هناك كبار بنروح الساعة 4 الصبح حطرة الصبح عشان نفتح الشريان ده انقاذ حياة يعني بالزبط بالزبط المريض لازم يروح المستشفة دي على فكرة في اول ساعة اول ساعتين يعني نتكلم على دقايق 90 دقيقة 120 دقيقة كل ما زمن بقى اطول من كده كل ما كان فيه صعوبة ان احنا نفتح الشريان كل ما حصل فيه مشكلة ممكن توقف في عضلة القلب ولازم على فكرة يروح المستشفة بعربية اسعاف مجهزة دي دي نقطة مهمة بقى اه يعني او بعربية ابني ده فيه ناس كمان اه فيه ناس بت يعني تقول ايه لا عشان الناس ما تقولش ده عربية الاسعاف دي جال مين وبتاع فمع ان هذا عربية الاسعاف دي مجهزة يعني مجهزة للتعامل الطبي مع الحالة دي احنا لازم فعلا الحتة الاجتماعية دي ناس بتتكسف من عربية الاسعاف وينزل ساعة 3 صح لا مفقاش حاجة لان انت لو رحتوا بعربيةك لقدر الله وحصل توقف لعبرة القلب وانتوا رايح ما حدش حيلحقك لكن عربية الاسعاف بتبقى مجهزة بصدمات كهربائية وبيبقى فيها مسعف بقى فيها طبيع وبقت الحضورها سهل الحقيقة بالوقت اه والدولة موفرة ارقام الحقيقة يمكن برضو نحاول ان احنا نطلحها على الشاشة بحيث انها المريض يتصل بيها على اشيان عربية الاسعاف تروح له بسرعة هنحطها باذن الله باذن الله طيب هنا بقى انه حصل زابة للجلطة عن طريق الاسطرة والدعامة تحطت والحاجات دي كلها حدقك بتقول المريض بيرجع يعني تقريبا طبيعي بعد 24 ساعة حياته بقى بتمشي ازاي بعد كده يعني بياخد أدوية ولا ما بياخدش يعني بيتم التعامل معه يرجع شغله امتى اذا كان يعني يشتغل اقل يمارس رياضة يعني الشكل العام بقى للحياة بيكون عامل فعلا دي كلها الاسئلة اللي بتدور في زهن المريض اللي بيعاني من جلطة احنا بنقوله ان انت بعد 24 ساعة 48 ساعة ممكن تروح لكن لازم تغير نمط حياتك اللي سبب هذه المشكلة اللي سبب حدوث المشكلة بالضبط يعني اذا كان بيدخن لابد من منع التدخين منعا باتا لازم يبتدي يأكل اكل صحي ماينفعش بقى الاكل اللي هو الغير صحي ده ان نبتدي تكرروا تاني نفس الكلام النوم عدد ساعة النوم تبقى بانتظام يرجع شغله ممكن في خلال اسبوعين ثلاثة ممكن يرجع شغله اذا كان شغل مكتبي اذا كان بيعتمد فيه على العمل اليادوي برضو 3 ا4 اسابيع ممكن يبتدي يرجع تاني شغله تاني خالص فيش مشكلة يعني ما يغيرش شغله مثلا لا خالص مش محتاجة بالذات ان هو زي ما قلتلك في الطب الحديث دلوقتي والمريض بيروح بدري والدعامة بتتحط والقلب بيرجع طبيعي بتبقى نسبة الاصابة في عدد التالي بتبقى بسيطة جدا بسيطة ممكن يرجع يعيش حياته تاني بطريقة طبيعية جدا في خلال يمكن ايام واسابيع طيب امتى بقى دكتور سامح بنسمع ان المريض ده هيتم اجراء له عملية في تخصص بقى اخر تخصص مجاور او موازي وهو جراحات القلب والصدر بيكون هنا بقى ايه اللي حصل في الشريان او في الشرايين لم تفلح معه المحاولات دي بحيث ان هو يعني هيتم الاجراء التاني معه ولا الاصاطر غنت عن هذا لا خلينا نقول ان لسه جراحة القلب ليها دور كبير ايوه احنا بنتكلم دلوقتي على ثلاث انواع من العلاجات ايوه فيه علاج دوائي ايوه ايوه وده بيتطور يوم عن يوم كل يوم فيه حاجات جديدة بتضعف للطب تمام وفيه علاج بالقسطرة الدعمات والآخر وفتح الشرايين والدعمة الزكية والحاجات دي يسمع ليس عحيح الدعمة الزكية لان فيها دواء اه عشان هي الدواء بيحافظ عليها فبيخليها تعيش السنين اه كان زمان الدعمة مفاش دواء اه فكان ممكن تقفل ترجع تقفل تاني اه يعني الدعمة بس عشان نستبع عارفة هي اللي بتفتح بتعيد فتح الشريان تاني اللي تقفل بالزبط كده بحيث انها تسند جدار الشريان ما يقفلش تاني اه فبقت انواع متقدمة جدا الحمد لله كلها متوفرة في مصر الحمد لله النوع الثالث بقى غير الدواء وغير الاساطر هو الجراحة الجراحة دي انه هو بيركب وصلة الجراح بيركب وصلة على الجزء اللي كان فيه ضيق يسيب الضيق زي ما هو بس بيركب وصلة بحيث ان الدم يعدي الحتة اللي فيها الضيق باي باس اللي هو بنلف بناخد طريق تاني دي لازال لها يعني لما يبقى مثلا الشريان الرئيسي هو اللي فيه مشكلة او اللي يبقى الشريان نفسه فيه مشاكل كتيرة جدا بحيث اننا مش ممكن نحط مثلا اربع خمس ست دعمات صحيح او عنده اكتر من شريان في نفس الوقت كل دي لازالنا بنبعتها للجراحة وبنجيب نتائج كويسة الحقيقة نتائج على مدى السنين بتبقى كويسة جدا ترجمة نانسي قنقر